في فقرة حدث اليوم نتطرق إلى الوضع الإنساني في حلب واند أطباء المدينة فقبل أربعة أيام أفادت مجموعة من الأطباء بأن أربعة مستشفيات مؤقتة تعرضت لقصف جوي وهي مستشفيات الأطفال والبيان والزهراء والدقاق سلسلة الغرات المتصاعدة قد تؤدي إلى وقف العمل في هذه المؤسسات بشكل كامل للمزيد معي في الأستوديو الأستاذ أنس شاكر أمين عامل تحد المنظمات الطبية الإغافية السورية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك بداية ما هي الصورة الكاملة في المؤسسات أو المنشآت الصحية اليوم في حلب أطباء حلب أصدروا نداء اليوم يقول مشافي حلب خارج الخدمة والمجتمع الدولي خارج التغطية نحن نتحدث اليوم عن أكبر أزمة إنسانية تعيشها البشرية في هذا القرن نحن نتحدث عن أكثر من سبعمائة طبيب ومن الكوادر الطبية ماتوا وسقطوا ضحايا هذه الحرب التي بدأت في عام 2011 نحن نتحدث عن خمسة وأربعين ضحية كل يوم من مداية هذا الشهر لم يشهد التاريخ استهداف المدنيين والمشافي والكوادر الطبية كما استهدفت الكوادر الطبية في سوريا سوريا خرج منها أكثر من عشر تالاف طبيب متخصص وصل منهم أربعة تلاف وخمسة طبيب إلى ألمانيا تكلفة تدريب وتعليم هؤلاء الأطباء يصل إلى ثماني مليار يورو نحن الآن نتحدث عن مدينة محاصرة في داخلها ميتين وخمسين ألف مواطن ما الأسباب وراء استهداف المنشآت الصحية؟ هو استهداف المنشآت الصحية لم يعرف في التاريخ إلا مرة واحدة في الحرب العالمية الثانية من قبل هتلر لما تستهدف الأطباء وتستهدف المستشفيات هذا يحدث صدمة نفسية أمام الناس فنحن الآن في حلب خلال أسبوع واحد خرجت خمس مشافي عن الخدمة ما المقصود بالخروج عن الخدمة بشكل واضح؟ الخروج عن الخدمة يعني لم تعد بإمكانها أن تستقبل لا مرضى إسعافيين ولا مرضى بحاجة إلى علاج ولا عيادات بحاجة إلى رعاية المرضى من النساء والأطفال والمرضى العاديين السلطات تحدث اليوم عن فتح معابر لخروج المدنيين وربما من الأحياء المحاصرة تحديدا ما جدوى هذا القرار؟ هل تنتظرون منه ربما انفراجة في الوضع الإنساني داخل المستشفيات وداخل الأحياء المحاصرة بشكل عام؟ نحن في اليوسيس ام فرنس واليوسيس ام التعناسيونال نادينا وأجرينا لقاء صحفي كبير في الأمم المتحدة في جينيف نادينا بتحييد الأطباء والمشافي من هذه الأزمة وهذه الحرب نادينا بأن نعمل بشكل حر ومستقل ونخدم الناس في المناطق المحاصرة حتى هذه اللحظة لم تفتح ممرات آمنة والذي يتحدث عن ممرات آمنة الأجدر به أن يتحدث عن وقف استهداف المدنيين ووقف قصف المستشفيات والأطباء بالقصف المباشر إما بالطائرات أو بالبراميل المتفجرة كما هو معلوم لدى الجميع نعم كيف تتجاوبون مع هذا الإعلان الرئاسي أو إعلان الرئيس بشار الأسد عن عرض عفو لكل المعارضين هل من المنتظر أن يؤدي هذا القرار أو هذه الدعوة للعفو إلى ربما بدل لنهاية الصراع نحن أعيد وأكرر في يوسيس إم فرانس نحن لا يهمنا لا عفو رئاسي ولا قرار سياسي كل ما يهمنا هو أن نخدم الناس داخل المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام ونسعف الجرحى نحن كمنظمة إغاثية طبية مستقلة استطعنا خلال السنوات الماضية أن نخدم أكثر من 70% من المشافئ الموجودة في حلب وريف حلب والمناطق الشمالية التي لا تخضع للقوات السورية كل ما يهمنا هو تحييد المدنيين وعدم استهداف الأطباء والمسعفين في الداخل السوري نعم هل من ردود فعل حتى لأن هناك دعوات دولية خاصة قبل أن يمكن هناك دعوات داخل الأمم المتحدة سفير الفرنسي تحديدا وصف ما يحدث في حلب أنه شبيه بما كان يحدث في سراييفو هل لهذه النداءات أي ردود فعل وخطوات إيجابية وقعية ملموسة حتى الآن؟ هو للأسف سراييفو تحرك المجتمع الدولي بعد اغتصاب 60 ألف امرأة بعض الناس لا يعرفون هذه الإحصائيات 60 ألف امرأة اغتصبت في سراييفو وبعد هذا الحدث تحرك المجتمع الدولي نحن اليوم نتكلم عن أكثر من نصف مليون ضحية في سوريا نتحدث عن 8 مليون مهجر ولا نتحدث عن الإعاقات النفسية والجسدية ما الأسباب وراء عدم التحرك برأيك؟ كل ما نطلب ونريد هو أن يلتزم المجتمع الذي تسميه المجتمع الدولي بقرارات الأمم المتحدة يوجد قرارين القرار الأول 2254 والقرار الثاني 2139 المتعلق بتحييد المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية أما لماذا لا يوجد تجاوب من المجتمع الدولي؟ فهذا يسأل إلى السياسيين نعم شكرا جزيلا لك سيد أنس شكر أمين عام التحاد منظمات الطبية الإغاثية السورية ترجمة نانسي قنقر